اللي حصل من كاميوم ده هو اروش كاميو هتشوفه السنة دي. والكاميو هو ظهور شخصية حقيقية معروفة او شخصية من فيلم في لقطة صغيرة من فيلمة ومسلسل تاني. في سيدي سنة 2019 نزل اول اعلان لفيلم سونيك. وكان شكل سونيك فيه بشع جدا واسنان وشكله فضيع وغير اللي الناس متعود عليه خالص. فالناس بدأ يتهاجم الدزاين الغريب ده بشدة وده خلى الشركة تنزل اعلان جديد للفيلم بعد كم شهر. فيه شكل سونيك افضل بكتير جدا والناس حبيته جدا. والفيلم نزل حقق ارباح كبيرة وتعمل منه جزء تاني كمان. من كام يوم بقى نزل فيلم جديد اسمه تشيبان ديل. تقوم الشركة عاملة ايه بقى? تطلع شخصية سونيك القبيحة دي في الفيلم الجديد على انها بعد ما ترفضت من فيلم سونيك مش لقيا شغل دلوقتي وتشهرت ما بين الناس باسم وانها خلاص مش هتمثل شخصية سونيك القديمة تاني ودلوقتي بتعمل مسلسل جديد مع الاف بي اي اسمه حركة زكية جدا لما تستغل اخطاق لصالحك برضو. وروشة في نفس الوقت.